فجأة بدأ الفيسبوك السوري يغص بالمنشورات التي تتحدث عن الفنانين السوريين الذين يحصلون على الإقامات الذهبية في الإمارات العربية المتحدة الإمارات كانت أعلنت في وقت سابق أنها ستمنح الإقامة الذهبية والتي لا تحتاج إلى تجديد لمدة عشر سنوات تسهيلاً للمبدعين والفنانين والعلماء وأصحاب الكفاءات وبدأت حملات المنافسة بين الفنانين السوريين فبين الحين والآخر ينشر فنان على صفحته في فيسبوك شكراً للإمارات العربية المتحدة على سعة صدرها وحصوله على الإقامة الذهبية فيما يقوم فنان موال يعيش في سوريا ولا يملك سبيلاً للحصول على تلك الإقامة الذهبية بالتصريح لوسائل الإعلام بأنه لن يقبل بالإقامة الذهبية تلك حتى ولو عرضت عليه وبين الرافضي والمحتفل بتلك الإقامة كانت الإمارات منحت الجنسية للفنان السوري ياسر العظمة قبل أن ينتشر خبر يفيد بأن الفنان بسانقوسة أيضاً حصل على تلك الجنسية قبل أيضاً أن يتبين أن الخبر كاذب من جديد عادت موجة الإقامات الذهبية للظهور ولكن هذه المرة مع الثلاثي المعروف ثلاثي الديك علي وحسن وحسين الديك تقول العصفورة في الخبر أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم منح الثلاثي علي وحسن وحسين الديك الإقامة الذهبية في دبي الخبر أرفق بهذه الصورة التي تجمع نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء وحاكم إمارة دبي محمد بن راشد آل مكتوم مع الثلاثي الديك وهم يرتدون الزي الخليجي مع الأثواب البيضاء والعقال على رؤوسهم الخبر طار بين المواقع السورية والصفحات السورية وانتشر بشكل كبير إلا أن الخبر كاذب وصورة المتداولة أيضاً هي صورة مركبة عمر الفوتوشوب والصورة الأصلية نشرها أصلاً محمد بن راشد آل مكتوم في حسابه في تويتر في الثامن عشر من أيار عام 2019 في هذه التغريدة وأرفقها بقصيدة شعرية له في مناسبة عقد قراني ثلاثة من أبنائه هم الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم أما علي الديك نفسه فلم يصرح أبداً على صفحته في فيسبوك أو حتى في إنستجرام أي تصريح بخصوص الإقامة الذهبية ولكن تداول السوريون له مؤخراً هذه الفيديوهات التي التقطت له في حفل له في تركيا وتحديداً في ولاية هاتاي وكان يغني فيها للأسد كالعادة نتابع ترجمة نانسي قنقر يا عزون وإجوا من بعد بعد يا عزون انت في نصار تلتينها أكبر أشفاء أكبر اختيار أحلب باختيار الحبيب يبرك والله يبرك اسم حلوها عنا بالسوري ورقة دويني هذا الابرقاء وين الوالد وينه وين الصهر كمان